يحرز السوريون النصر في مسيرتهم موافقون على الدستور الجديد موافقون على بناء جيد يكمل ما كان ويصلح ويسير قدما إلى الغد المشرق لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبية على سوريا الأبية ليسموا السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم أصيلة لا تحيذ بوصلتها عن القدس أما من باع نفسه للصهيونية وخرج اليوم كما في كل يوم يردد أغنية الشيطان ويغني أحلام مشيخة الموز المقطر بدماء العرب الأبرياء ويدعو لإرسال مزيد من السلاح إلى عصاباته الإرهابية الدنيئة ويدعو بوقاحته المعهودة إلى احتلال سوريا لكن هيهات فيا أمير الموز الفاسد ووزير خارجية عباءة الغاز القاتل المصبوغة بدماء الليبيين والسوريين والعرب خسئت كما خسئ معلموك وأسيادك نحن قوم إن حانت ساعة اللقاء فنحن أهلوها وهذا سيفنا مسلول ليقطع أعناقاً مد الشيطان فيها كل حقده وهذه زنود أبطالنا تجتث أزلامكم الجبناء من كل حي استرهنوا أهله ومن كل حارة استحلوا أطيب ناسها تعلموا أنت وغيرك من الخونا بأع القدس والدماء وخادمي الصهيونية وأسيادها تعلمون جميعاً أن الشأام لا تنحني ولا تركع إلا لخالقها أما أنتم فسحقاً لكم وتبت أيديكم ولو كان فيكم رجال فهذه ساحات المجد تعرفنا من ميسلون إلى تشرين وحطين واليرموك فهات ما عندكم إن كنتم رجالاً أما نحن فهنا منتظرون فإما شهادة أو النصر هذا وعدنا وعهدنا وهؤلاء رجالنا ينتظرون بفارغ الصبر ساعة الفجر العظيم